كسر الإسماعيلي حاجز النتائج السلبية التي تعرض لها طوال الفترة الماضية بعدما نجح في تحقيق الفوز على باترو جيت بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح في دور الـ 32 من كأس مصر فوز الإسماعيلي هو الأول له منذ خمس مباريات لم يعرف خلالها طعم الفوز حيث كان التفوق على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف في كأس رابطة الأندية المحترفة هو الأخير للدراويش الفوز على باترو جيت أيضا لم يكن الأول فقط بالنسبة للفريق الساحلي بعد سلسلة من النتائج السلبية بل هو الأول أيضا للمدير الفني الذي تولى المسئولية خلفا للأرجنتيني خوان براون بسبب سوء النتائج ويعيش الإسماعيلي القطب الثالث للكرة المصرية وأول فائز منها بدور أبطال إفريقيا فترة عصيبة في تاريخه الكروي حيث يحتل الفريق المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد خمس نقاط بعد مرور 12 جولة من المسابقة المحلية السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل ينجح الدرويش في استغلال الفوز على بيتروجات لوضع حد لنتائج الفريق السلبية في الدوري وإنقاذ موقفه أم سيواصل الدرويش رحلتهم نحو الهبوط إلى القسم الثاني يا أعلم بحضواتكم مرة أخرى شرفني وينورني في هذه الفقرة واحد من أفضل لعيب الوسط في السنوات الأخيرة اسم كبير واسمه مميز جدا لعب مع نادي الزمالك لعب مع نادي الإسماعيلي لعب مع نادي الإسماعيلي لعب مع نادي أخرى كبيرة وعظيمة كابتن الكبير كابتن إبراهيم عبدالخير كابتن إبراهيم مشرف ومنور ربنا يا خديك كريم أنا شرف لي ومبسوط أن أمعك النور هبدأ معك من التقرير محل إسماعيلي وإيه اللي بيحصل في الإسماعيلي إسماعيلي حتى كأس مصر بيكسب بصعوبة جدا في المباراة الأخيرة في الدوري حد السؤال حرك في المركز الأخير وأداء مقساة ونتائج مقساوية إيه اللي بيحصل في الإسماعيلي والله بص يعني مش ح disconnectedنا لعبت في الإسماعيلي أنت واحدة هو مالعبتش في الإسماعيلي وحزين جدا عن الإسماعيلي ومعظم الأرادين في مصر كلهم ومعظم الجمعير حزينة جدا على نادي إسماعيلي نادي إسماعيلي نادي كبير قوي أنا نعبت فيه سنتين ونص لا الجمهورة كريمة منك بيعشق طراب إسماعلي بيعشق إسماعيلي بيعشق إسماعيلي بيعشق إسماعيلي في إسماعيلي بالنسبة له صح أبربع عليك أنه أي محافظة هتلاقي فيه منها اللي بشجعها في نادي فران نادي فران بس بشجعها مع أهلي وزمالك 90% أو 95% من أهل البلد إسماعيلي صح يعني أنا أفتكر أنه ما قلو بنيجي نخسر كان بيقعد وبيعياته قدام الأستاذ وكلام ده كله لوحد حزين طبعا على المستوى اللي فيه الإسماعيلي للأسف أنا شايف أن كتر التغيرات المدربين وبرضه هرجع ودي حاجة أنا من وجهة نظري يعني أنا شايف أنه فيه لعائبة كتير جدا بدون ذكر إسماعيلي طبعا ما يفعش يعني تشيرت الإسماعيلي تيد عليهم نوجهة نظري مع تغير المدرب ومدرب ومدرب دايما عدم الاستقرار دايما عدم تغير المدربين بيعمل عدم استقرار بس كان دايما الإسماعيلي عنده لعيبة كبيرة ولعيبة عظيمة يعني دايما الإسماعيلي في أي ظروف ظروف صعبة إداريا ظروف صعبة فنيا بيبقى الإسماعيلي عنده لعيبة حلوة ليه دلوقتي الإسماعيلي ما عندهش اللعيبة كبيرة دي بس الجيل اختلف يعني خلاص جيل العظماء خلاص اختلف يعني أنا شايف من وجود نظر أنه خلاص يعني الجيل اللي هو الجيل بتاع النادي إسماعيلي أنت شايف من بعد الجيل إسماعيلي الجامد أو أحمد فتحي وحسن عبد الرب وحمص وعبد الله السعيد وإحمد خيري وعطولة ومحمد أنا نفسي ما شبتش ما جاش خمسين في المية من الجيل ده من الإمكانيات دي بصراحة بعد النادي إسماعيلي أنا شايف إسماعيلي بقى له سنتين ثلاثة في لعيبة بتيجي تلبس شرطة إسماعيلي الإسماعيلي أكبر منه بكتير كان دائما من الجملة الشهيرة الإسماعيلي ولاد والإسماعيلي صانع النجوم دي مشكلة قطاع ناشئين مثلا طبعا حاجة برضو يعني ده جوز كبير برضو من الموضوع أنا شايف دايما يعني أنا مش شايف يعني الناشئين بتطلع دوليات الإسماعيلي بقى يعتمد أنه يشتري ويجيب لعيبة خارج من خارج النادي أنا مش شايف إنت شايف فيه لعيبة من الناشئين بالتصاد يعني اثنين ثلاثة بكتير وما بيلعبوش كمان صح فدي برضو حاجة يعني حاجة مهمة برضو موضوع الناشئين برضو طيب يعمل إيه إسماعيلي عشان يفوق بسرعة؟ ما عن طاللوقتي بتتكلم في أزمة حقيقة خلاص بتتكلم على قوالة اللعيبة من وجهة نظرك مش أعظم حاجة بالمقارنة بالسنوات المضايا بتتكلم على تغيير في الأجهزة الفنية خلاص نسلم؟ لا ما نسلمش وخصوصا ما فيش طبعا قيد دلوقتي يعني ما فيش أي لعيبة هيجي ولا أي لعيبة يمشي يعني أنا شايف أن الجمهور يعني يعني يلتفت حولين اللعيبة اللعيبة تعرف يعني إيه نادل زي إسماعيلي يعني إيه تشيرت نادل إسماعيلي يعني إيه جمهور نادل إسماعيلي يعني إيه تاريخ نادل إسماعيلي لازم لازم يكون فيه وقفة من اللعيبة قبل كل حاجة لأن اللعيبة هي لا تلعب مش إدارة ولا جهاز ولا جمهور كل ده دعم بس أنا شايف من وجهة نظري أن اللعيبة هي العمل الأساسي فلازم يقعدوا مع بعض يعرفوا أن هم بيلعبوا في نادي كبير جدا مع طبعا كابتر حمد يشوف إيه الأخطاء اللي حصلت الفترة الفاتد يحاول يغيرها فالكرة في ملعب في ملعب اللعيبة من وجهة نظري ولا أقدارها ولا أي حاجة خلاص أنت مضطر هتكمل الدوري هتكمل الكاسب بنفسك اللعيبة دي فما فيش تغييرات ما فيش تعيبها تجيبها من بره لعيبة من القيد خلاص كده مقفوض فأنا شايف أن الكرة في الملعب النسبة الكبيرة قوي 90% في رجل اللعيبة طب لو اللعيبة دي أصلا بتفكر تمشي من الإسماعيلي أصلا يعني مش حاطة في اعتبرها أو اهتمامها أن الإسماعيلي ينجح أو ما ينجح ده دي كارثة في حد ذاتها ده كارثة وإنت بتتكلم إسماعيلي الأخير أنت كده يعني وإن شاء الله ما يحصلش أنت هما بيفكروا كده للأسف 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 هقولك أنا أنا كان نفسي كتير قوي في كثير من الفترات ما كنتش بحابة أقولي الكلام ده بس أنا بقى لف واسأل واسمع وتكلم ما فيش حد بيقولك بشكل مباشر أنا مش فريق معاه الإسماعيلي أعايز يخسر بس لايه مثلا لو كلمت لعيب أو اتنين لعيبة أو ثلاثة لعيبة يقولك إيه إحنا كده كده عندنا عروض إحنا كده همش عارف هنمشي السنة الجاي إحنا كده مش عارف هنعمل إيه فقدم فكر بالطريقة دي هو خلاص مش فريق مع الوضع مش فريق فعلا ينجح الإسماعيلي ما ينجحش أنا كده كده واخد قراري وهمش والأسف ده كارسة يعني كده إسماعيلي مش مش هيطلع من الكابو اللي هو في ده خالص لو لعيب فكر بالطريقة ديت إن أنا خلاص ماشي أنا آخر موسم ليا أو أنا هتباع أو هيعرضون لبعد عديدات وبكارسة والإسماعيلي مش هيقوم لهم معلش أنا دلاتي برضو أنا لو نادي آخر غير الإسماعيلي ورأي أشتري لعب من الإسماعيلي تمام؟ أنا رأي أشتري من لاعب من فريق هبط إن شاء الله ده ما يرسل الإسماعيلي ما أنت سعرك بيرخص برافو عليك أنت سعرك بيقلس أنا أنا مثال ولعيب كتير مثال إنتاج الحرب ما هبط لو أنا بأخد إرش في الإنتاج بأخد إرش في نص إرش في النادي ممكن مروحش تاني وده حصل مع لعيبة مننا كتير فأنت برافو عليك إن إنت قلت للنقطة دي مفيش نادي بيركز مع لعيبة أو مع لعيب محبط فريقه إلا هو لعيب ده فاز وعمل كل ما في وصعه مع النادي لغا أعرف إن هو يعني ما يداش باللي عنده نزل وحبط فريق طبعا طبعا أجيبه اللي إبراهيم هو محبط فريق وده ما عندي كريم زي زي إبراهيم أو أقل من إبراهيم حاجات بسيطة لا أخاف منه في العقلية والشخصية إن لخو موش فريق مع الفرقة اللي بيلعب مش كيفر معي حد تاني مش كيفر معي حد صال حل إسماعيلي يزعل جدا يعني أنا كل ما أعود أتكالب على إسماعيلي حيث إن أنا إدايته وكتب ما بالك إنت مش إسماعيلي تخير بقى جميع إسمعيلي عاملة إزاي أنا بقول لك يعني جميع إسماعيلي عايش أسوق أيام حياتهم أسوق أيام حياتهم تخير إنه الإسماعيلي لما كان يجي يلعب مع الاهلي والزمالك مباراة مشتحيل تعرف نتجاتها. طبعا. دلوقتي الاسماعيل لو لعب مع اي نادي. مع اي حد. تعرف ان تكت. لو مخسرش يتعادل. للأسف. اه. كارثة. للأسف الشديد. اه. كارثة. انا بطلب. انا بطلب الجمهور. يعني لازم يستحمل. لازم يوقف ورا اللعيبة. صح. ما تشتمش. ما تحجيمش اللعيب. اه. ان خلاص هما دول هما اللي مقودين. مربع عليك. انت فضع صعبة وريد. اه. فما يعني. احنا عايزين اللعيبة تلعب على الحالة النفسية بتاعتها. اما تهاجم اللعيبة. نفسيا بيتأثرها. فانا بطلب الجمهور. ان هو لازم لازم لازم. شنا بقى بينا لازم تبورها اللعيبة بتاعتك. مم. كنت مع رحيل اخوان براون مدير فن السابق اللي اسماعي دي. متش مع رحيله. لا. ليه؟ والله يعني. يعني في كم مطشة يتفرقت عليه. بدأ يعني في مظهر شوية او معنظر شوية للفريق. والرجل مامسكش موسم. ده مكملش ربع موسم. فما خدش فرصيته يعني. طيب. الكابتن حمد ابراهيم تتوقع يكمل نهاية الموسم؟ لا. لا. دي مشكلة كبير. اتمنى. اتمنى يا رب من كل قلب ان هو يعني يكمل. واللي اسماعيلي معي ياخد في المراكز الاولى. اتمنى طبعا. تعرف هو المفروض يكمل بغض النظر عن النتائج. طبعا. عشان هو حتى اللي هيجي بعده. مش هيعمل حاجة. مش هيعمل حاجة خلاص. فانت لازم لازم تصبر عليه. عدت لو نتائج سلبية. لازم. انت مستلم فرقة تقريبا خلصانة. طبعا. خلصان على الاقل معنوين لو مش فدينك. معنوين نفسيا مبرافو عليك. مش مشكورة على فكرة. انا عشان انا لعبت. وحسيت يعني ايه مركز اخير يعني ايه هبوط. والله يا كريم. بتفقد خمسين في المياه من قوتك. كالعيد. اما انت بتنافس على هبوط. انا عشيتها في اسموحها. انا كنا بننافس. كنا ماشين كويس جدا في افريقيا. وفي الدوري مش مش مركزين. افريقيا بقى. فبطوط افريقيا فهم مركزين او في افريقيا. شين كويس او في افريقيا. وفي الدوري مش مركزين. ليه لحد ما لعين نفسنا. التالت من تحت. كنا انا عن نفسي. انت بفقد نص قوتي. تصد نص قوتك الفنية في الملعب. فنية وبدنية وتركزية. وتسويحة. كل حاجة. اه. انت انت البنت. هتموت عليه. انت البنت هتموت عليه. فالله يكون في قول لعبة الاسماعيلي او المركز اللي تحت طبعا. تعرف الاسماعيلي محتاج الفتر اللي جاي ايه فعلا. ياخد خطوة جريئة كده. ويطلع عناصر كتيرة من قطاع الناشئين. الناشئين. لازم. بس ما اظن مش لهني ما فيش وقت. يعني. محتاج ولاي اكتر من الفني. اصلاح انت مع كامل الاحترام لكثير من اللاعبين. مش كل اللاعبين بصراحة. طبعا. بس في كثير من اللاعبين ما هو اصلا ما بيقديش. فانا طلع واحد ناشئ بقلبه. حتى لو مش بخبراته. بتفرق القلب طبعا. يلعب. ممكن بتديك كرة بتديك طول ما انت بتحارب جوه. اه ما اصلا كده كده خسران. يعني هيحصل ليه اكتر من. بس ما ظنش يعني يخافه. لان اللاعب الناشئ ما عندوش الخبرة بتاعت اللاعب الكبير والدور الممتز. انا مش هكيب برضو لعيب من الدار للنار. احطه في الناشئين كاميرا في الناشئين. وهلعبه مع اسماعيلي. اسم ابندي الاسماعيلي. هلعب اهلي او زمالك او اي فرق من الفرق. واصلا في المستوى ان هم فيه. ان هم في اخر الدوري فطبعا يبقى بالنسبة له صعبة جدا. ابتعد حسن عبدالربو من التواجد في الاجازة الفنية الاسماعيلي او في اماكن ادارية. ده بالنسبة لك حاجة غريبة ولا حاجة عادية. لا او كان غريبة ايام باش منصب رايب. كانت علي ايام باش منصب رايب. غريبة دلوقتي. بس انا سمعت ان كتابة الحمد هو المش عايز مودي الكورة. فيه مدربين على فكرة ما بتحبش منصب المدير الكورة. وده حقه طبعا. بس انا انا شايف. ان حسني رمز مرموز الاسماعيلي. فانا شايف وجوده مهمة جدا. ان حسني برضو قريب من اللاعيبة. كل لعيبة صحابه. وسنا كمان حسني مش كبير. فهيكون قريب من اللاعيبة. ولسه مبطل ما كملتش بالو سنتين. ودائما كان بلعب مع الاسماعيلي بقلبه وبروح. فهيارب فيه ينقل القصة. طبعا. انت اللاعب تلعب في الاسماعيلي شايف قدامك حسني عبد الربو. طبعا. طبعا. دي حاجة عظم للعيبة كلها. ومعظم اللاعيبة او خمسين في مئة او خمسين في مئة من اللاعيبة اللي موجودة حسني لعب معه. فعارفين بعض. طيب ده الاسماعيلي. الزمالك. الزمالك عاد جوزالدو فريرا المدير الفني اللي انت معاه نجحت. وعملت اداء رائع جدا وعملت شغل فني كبير كده. الفرقة كلها مع جوزالدو فريرا في الولاية الاولى عملت اداء رائع جدا. واحدة من افضل فترات الزمالك على اطلاق سواء في الدولة او في كاس مصر. طبعا. عاودت جوزالدو فريرا من وجهة نظرك تضيف ايه للزمالك؟ ده عضيف كتير. عضيف كتير قوي. يعني اولا تنظيميا. واخلاقيا. يعني الراجل ده السنة اللي عيبت فيها معنات الزمالك. انا اول ماتش دخلته كان ماتش عرص الحدود. كنت جيت الزمالك بقى لي 48 ساعة. فتك خدني. كان دور 16. وانا اللي عب دور 16 فقلت مش هينفع على عبد دورين لان الزمالك كان متأخر شوية. فقلت مش هينفع. فلعبت دور 16. عايز اقول لك يا كريم كنا كاسبين حرص حدود 2 واحد. نزلت. كنا مضغطين. جيبدو كنت تقلت. سافرنا اسكندرية هنلعب الاتحاد. فقبل المحاضرة الماتش فبيعرض كده فيديو بتاعه. فالجون بتاعه بقى بيجيبه. فانا مبسوط قوي قاعد بقى كده منشاكح. تفاهم. فلعيته بيجيبه طبعا دي عرب بقى مترجم بيترجم حصني فبيقول لي. انت فاكر بقى ان انا ساقف لو كده. طب يعني انت تساقف لين انا. انا جايب جول. جون مكسب وكنا مضغطين. قال انت مكانك هنا. اللي انت جبت في جون ده مكانك غلط. يعني بص ما بيعديش اي حاجة صغيرة. انا جايب جون جون مكسب. وكنا مضغطين جدا كنا انت عادل. وجون مكسب بدور تماني يعني طالعين دور تماني. فاللا انت مكانك انت هو بيلعب بثلاثة تفندرات. أربعة تلاتة تلاتة. دي جملة جملة عظيمة. انا فاكر ان انا مبسوط بقى يعني. المداريب تاني حيلوح مساقف لك يقول لك. طبعا. انا جايب بقى لي ثلاثة ايام. طبعا. انا جايب جون فوز. وبين فوز ومضغطين بقى. وخلاص اتنقلنا الدور تاني. فاللي بص ابراهيم انت عارف انا بنعب بثلاثة تفندر. رقم ست لو كان طارق. وكنت انا وكان معروف. هو بيقسم الملعب نصين. نص يمين نص شمال. ما تعديش نص مش بتاعك. انا بقى ناحية اليمين. رقم 8 ناحية اليمين. مجلس ناحية الشمال. الا لو همنع جول. انا روحت اجبت جول. ما كانش مكاني كان مكان معروف. فهو في حاجات دات بيدقق في الحاجات الصغيرة جدا. ممكن تكون بالنسبة لنا حاجات افعل. بس فعلا الرجل ده طارق حامد التطور مع الرجل ده. صح. ازاي بقى التطور مع الرجل ده. الراجل ده. اول ما روحت. اولا ما عندوش نجم. ثانيا لو انت مسكت رجلك وهاعدت. وانت كنت بتلعب. كنت مش كويس جدا. وهاعدت. مطش. طبيعي هنا في مدربين المصرين بترجع طبعا تلعب. انت رجل اساسي. حافظ مكانك. اه. لا. ما عندوش كده. ابراهيم نجم الفرا ما عندوش كده. كريم لعب مكان ابراهيم. مش كويس. مش كويس. مش كويس. مش كويس. لاخد السلة بقى دورك ابراهيم. ده حاجة ده لعب. انو جيت نظر. طبعا. نجي نظر ان مش مكانك. انت ما تحتقروهش. لا. اما فيه لعبة تانية. تاخد فرصتها. مدام مش كويس جدا. زيك. خلاص. استنى بقى دورك. هو عندو كده. وده يخليك لو انت قاعد على الدكة حتى. مش من دايق. مش حاسن اني بيلعب ده. طبعا. انا والله العظيم. انا كان بيلعب علي طارق. ستة. طبعا طبعا طارق مش مكاني. كان بيلعب احمد توفيق ومعروف. وكانوا ماشيين في الوقت ده. كانوا مكسرين الدنيا. صحيح. مكسرين. كنت قاعد بره. وانا قاعد نفسيتي كده هادية. مش مظلوم. خالص. وكنت بنزل وبقى كويس. وبتاع مش عارفين. لاني بيلعب مكاني كويس جدا. ماشي كويس قوي. قوي. عكس بقى ما يكون ماشي. اما جيه ماكلش. واللي كان بيلعب مكاني ماشي وحش جدا. فالطبيعي ان انا ازعل. الطبيعي ان انا ادايق. صح. لكن اما يكون كريم ماشي كويس قوي. لا. ما عطاش تكلم. اه. عنده حاجة برضو. يعني. الكرة بتبجيلك من ناحة اليمين. لازم تسترمها بالشمال. بيوقف. يعني يا واستلمتها باليمين وروحت كم تجون. كرة جاية كده مثلا. واستلمتها باليمين وروحت كم تجون. لا يوقفك. خلط. استلم بالشمال. يقولك استلمها بالشمال ديت. اسرع. للجون. يعني اسرع. اسرع. اسرع من رجل اليمين. في الحركة. كرة جالك من الشمال لازم تستلمها مني. فبيدق. فبص. فاسهل واصغر التفاصيل. اللي هو دايما كان يتقال ايه. ان المدرب. الشغلان تو يعلم اللعيبة التفاصيل ديت. صح. يعني مفوض انت كلا. عندك الاسياء. عندك الاسياء. حد. بس هو لأ كان بيبص على الحاجات ديت. بيبص ويوقف. ويعدلها. علشان فيه لأيه ممكن ما بقاش عندها Left. يعني. يعني. انا مفتكر. كان دايما بيتخانق مع حمودي علشان حمودي كان بيعمل حركة. هو مانكدش بيحباتها. كان يجي حدي دره. مع حمودي كان بيوقف ب Alexa آيه. عرaces. اقل انت ب задач. يدغر بEvaelas طريقا قوي. خالص. لكنهم هه لم يدرق مهود أسياد الكرة بيقولها. له... مش كله اللي هو احباء طريقته اللي هو دي طريقتي لا لا ما عندهش كده عندنا احنا في مصر بس كده الناس دات ما عندهش كده وبعدين عارف شغله الجهاز اللي معاه عارف شغله كل واحد عارف شغله عشان كده قد النجاح انه هو ياخد دوري وداخد كاس بس ان لو تري الجملة مشهورة اوش انه شبالدو بريرا هو اللي فرق مع طارق حامد في مشوره كله طبعا فرق ازاي انت كنت شايفه بيفرق ازاي مع طارق كان دفندر رقم 6 يقطع ويسلم كان عنده طارق في الاول كان يمز بس عنده وطارق عارف كده كويس طبعا ما هو في النهاية التطور ما يجي مدرب هو اللي يعلمك او يقولك يعلمك ما هو مشهور على فكرة هو مدرب هو معلم اه بالزبط كده طبعا ما يجي مدرب يقولك توافق ازاي تستلم ازاي تعمل ازاي فهو طور من هذا اطارق طور جدا من هذا اطارق طارق يعني اعتقد كل وطارق دايما يعترف بدا طارق بيعترف بحاجات داي بصراحة انه هو فرق في حياة طارق حامل جدا يعني بعد كده بقى واحد من افضل لعيب الوسط في مصر طبعا لو تفتكر طارق مرحة زمالك قاعد شوية ده طارق ملعبش في الموسم ده في الموسم الكائد دوري خمس مطشاط لبعض اه عكسا انا روحت ما كانش عندي صبر طارق فقلت انها هطلع عارة طارق ذاكي جدا قاعد لحد مطور وما خرجش من الملعب مع الراجل ده ولا مع غيره صح وفضل اول لله صم مجهود طارق وصم الراجل ده وفيه لعيبة بعد بعد جزول ده فريدا ما مشي اختفت جدا بس الموسم ده كان هداف دوري اختفى فعلا وفضل اللعب يعني بعد يعرف يعمل اللعبه نفسي قوي اه بكل هدوء شخصية قوية جدا من غيرها عصبية من غيرها عصبية اه يعني ميغلطش في اللعب ميزعجش اللعب مستحيل مستحيل لا 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 مش هعني عندنا برضه سعب نفهم الشخصية القويدي لا 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 شخصية قوية محترمة جدا اه بعرف شغله رجل شغال بس يعني بيشتغل بس اه انت عارف ان الاجانبه يا كريم اما اصلا شغل بس ما عندهمش زور ما عندهمش العاطفة زينا اه بيراك في الجملة اللي تقول انه راجل بقى كبير في السن ومش هيقدر يدي للزمالك زي الفطر اللي فاتت والكلام ده انا ما اظن انش هنيه يدي يعني هو هيلعب اه راول مدرب راول كوتش كبير جدا يعني ايه بقى معهم سعدين بتوعب اه هو ما كانش بيعمل حاجة يعني هو كان بيعمل بيدينا توجهاته بلا كانش بيشتغل برجله ولا بيده ولا بتاعه هو كان بيدينا توجهاته بس اه القرارات اللي الجهازه جاه صغير بيعمله هو بينزل بس في التقسيمة بس وده الطبيعي اه ده طبيعي من ايه مدرب على فاكرة بس اه كبير صغير مهضر اللي بيعملوا المدير الفني طبعا انت معا جهازك المدرب يعام بيعملين ومدرب المساعد بيعملين ومدرب الحمال بيعملين صح طفق معاك لسه بكملين هزا الحوار الممتع جدا مع الكابتن الكبير كابتن برينة عبدالخالق بعد هزا الفاصل موسيقى يعلم بحراركم مرة اخرى لسه مشرفني ومنورني كابتن كبير كابتن برينة عبدالخالق طيب انا مبارح كنت بتكلم في الحلقة على زعلي على نادي الزمالك تعال قوني كلام على الزمالك عشان ده النادي اللي انت لعبت فيه وكنت زعلي على الاهلي برضو اللي بيحصل في الاهلي بس الزمالك عشان خلاص خرج رسمي من دورة ابطال افراق بقول مش منطقي وانت عندك تشكيلة من اللاعبين 90% منهم لعبين دوليين سواء مع منتخب مصر او منتخبات اخرى ويبقى الوضع كده بغض النظر بقى بصراحة عن كارتيرون بغض النظر عن جوزال لفريل انها اول مباراة بغض النظر عن تغيرات ادارية بغض النظر عايشي مفيش اي اي منطق يقول انك تبقى في الوضع ده تفتكري زمالك وصل للوضع ده ليه في البطول الافريقية بص انت فاول الكلام قلت كلمة حلوة قلت اللعيب مش هامو الناديو يتخلص انا بفكر ان انا اي امشي انا ماشي زي اللي حصل مع الاسماعيلي بنسبة 100% مع الزمالك عندك بنشرق مش عايزة جدد ابو جبل مش عايزة جدد وناج مبين مش عايزة جدد مش عارف مين مش عايزة جدد العيبة اعمدة اساية مش عايزة جدد فمش فارقة معهم الزمالك الله هو اعلم يعني انا مدخدش نيتهم فموضوع ده برضو انت فاهم من لك كماشي وبلعب لنفسي انا بسوق نفسي مدام انا مخدش القرار ان انا جدد في النالية خلاص ده انا شايف من وجهة نظري ده تأثر من اللعيب من اللعيب جدا مفهاش ظهور ليه يعني انا دايما بقول انه لو بتجدت لعب في الزمالكة وبتلعب في الاهلي انت طويل الوقت بتبقى عايز تحافظ انت راجل لعبت في الزمالكة عايز تحافظ اولا مع الامون المالية طبعا اولا على الجماهرية الكبيرة تفضل موجود ان انت واماشي في الشارع الناس بتحبك وبتشكرك وبتقولك شكرا ان انت بتعمله معنا بس انا من وجهة نظراتي الموضوع بقى مدى اكتر من هو جمهور مدى بس اه انا من وجهة نظر وحق اللعيب اللي يفكر طبعا 100% بس انت بش تكسب كل حاجة برافو عليك يعني ده حقه انا بقول برضو جمهور اما اللعيب يجلو فرصة احسن من اللي هو مبقى صدق دي شغلته صح وبردو يعني لعيب الكورة معلش او معظمنا عمر قصير في الكورة جدا وعنده بدل الاسرة 2 و 3 ايوه عشان ابقى صريح لا واضيف لك عليها كمان اه لعيبت الكورة عنده اخواته وعنده والديته وعنده والده فمصلحته يبص المصلحته مفيش مشكلة بس مش علي حساب النادي لا واضيف لك عليها عشان انت فتحت النقطة مهمة كمان انا معاك جدا معاك الف في المية انه ساعات الناس تقولك ايه عم هو كده كده بياخد ملايين هو عايز فلوس ايه تاني لا ما انت بتعرفش الملايين دي ممكن مضرب عليك دي ممكن يكون برضه زيه زيك طبعا ما بيكملش الشهر طبعا هتقول لي ايه ده بياخد ملايين مثلا عنده قصات عربية وقصات بيت مش بيت واحد ممكن يبقى بتين وثلاثة واربعة ومصاريف فممكن الفلوس الكتيرة اللي انت شايفها دي تبقى بالنسبة له هي قليلة معظم لايبت الكرة ومعظمنا جايب من اريف فبيبقى حالته المادية مش يعني على قده فان هو عنده اخواته وعنده امه وعنده ابوه وعنده ولاد اخواته وعنده بيته صح زوجته او اولاده انا انا بتجربتي انا عرف لايبة كتير جدا 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 بتصرف على اخواته وابوها امه ودي حاجة كويسة جدا صح فانت جمهور ما تعرفش هو عنده ايه صح عكس يعني اقصاته الكلام ده كله الاقصات ده او حاجة بس الاهم اللي هو الاسر اخواته وابوها مية في المية انا مع اللعيب ان هو يبص لمصلحته بس مدام انت في نادي اهلي او زمالك بتاخد ما شاء الله فلوس لا الاولوية البنادي بتاعك انت بتاخد مبلغ مش ما بتاخدش انا معاك لو انت بتاخد في الزمالك مثلا او في الاهلي مليون جنيه وجايلك عشرة مليون طبيعي كلنا هننسيب مية في المية بس انت اما يجيلك مثلا تاخد عشرة مليون في الزمالك او في الاهلي ويجيلك اتناشر تلاتشار خمستاشر لا انا انا في النادية صح انا في النادية والجمهور معلش ال 3-4 مليون جنيه ده دول انت اخده محب جمهيل طبعا مش بقولك 3-4 مليون جنيه بيساوي حب الجمهيل مين فينا مش مبسوط اما بيجي الجمهور اهلي او زمالك او اسماعيل او مصر او اتحاد اما بيجي تصور معلي مين فينا مباشي مبسوط ده بقى ينده باسمه في المدرد طبعا انا عن نفس الوقت فعيز مبسوطة ما بيجي تصور معي صح ولم ايه يقولك يا كابتن ابراهيم انت كنت لعيب محترم كلمة محترم ده يعني بفلوس اه احسن ما يقولك انت كنت لعيب مهالك او بفلوس وما بفلوس عندي وعندي جمهور جدا كتير جدا من الاهلي الحمد لله يعني بيتكلم معي بطرقية كويسة جدا وبيجي تصوره معي وابتاع وانت فعلا كلمتك ده انت انت ملعب المحترم اللي في الزمالك برافو عليك عشان انت مساءتش لحد طبعا دول بقى 3 ملونة ل 4 ملونة زيادة برافو عليك اه لكن لو الفرق كبير انا وانت وفعلا هنروح عارف سعب بتحفظ على ايه اللعب اللي بيبقى عايز يمشي من النادي ويعمل بقى ايه ستوري على انستجرام ولا بوست على فيسبوك يقعد يخاطب الجماهيل ازاي انهو كان مظلوم وازاي انهو كان مقول في النادي ببقى شفاهم دماغه فيها ايه هانت فكرك مثلا جمهوري الكورة ده هيقولك اه انت صح والنادي بتاعنا ده وحش مواجهك هيبيحب النادي اقتر منك يعني انت نجمع عشان انت بتلعب في النادي انت محبوب عشان انت بتلعب في النادي وفي ان دي عملت لعيبها فلازم لازم تفتكر دي انا كابراهيم مثلا انا اللي عملني ربنا ثم نادي سموح فلازم نادي سموح ده رقمه ده عندي صح لازم يعني زي ما هو عملني لازم انا يعني استحمله في اي حاجة صحيح كابتن ابراهيم انت شرفت ونورت ودايما بقى مبسود جدا انا والله بقى مبسود معك جدا طبعا شكرا كابتن ابراهيم شرفت ونورت نيم الكبير كابتن ابراهيم عبدالخالف في ختام هذه الحلقة من رقم 10 يارب تكونوا استمتعتوا معانا واشوفكم يا رب على الفخير